بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين طلاب وطالبات الصف الثالث الابتدائي في التعليم المستمر أسعد الله وأوقاتكم بكل خير وحياكم الله في درس جديد من دروس مقرر لغتي تعالوا معا لنتعرف موضوع هذا الدرس موضوع الدرس إثراء وكما ذكرنا في الدروس الماضية في هذا الدرس سنقوم بمراجعة مجموعة من مكتسباتنا خلال دراستنا لهذا الفصل الدراسي هذا الدرس الخامس في هذا الموضوع نبدأ مستعينين بالله بتعرف أهداف الدرس أولا تعرف معنى الاسم المجرور ثانيا تعرف معنى الاسم المعطوف ثالثا استخدام الاسم المجرور بالعلامات الفرعية رابعا استخدام الاسم المعطوف بالعلامات الفرعية بإذن الله سنتعاون أنا وأنتم على تحقيق هذه الأهداف بنهاية الدرس كما نلاحظ بأن هذه الأهداف تتعلق بالوظيفة النحوية سنتعاون بإذن الله على تحقيق هذه الأهداف نبدأ مستعينين بالله ما حروف الجر خلال دراستنا لهذا الفصل تعرفنا حروف الجر فمن يذكر لي تعريفا لحروف الجر وأيضا مجموعة من الأمثلة لهذه الحروف أحسنت بارك الله فيك حروف الجر هي الحروف التي تجر الاسم الذي يقع بعدها من أمثلة هذه الحروف جميل في وإلى وعلى ومن والباء واللام أحسنتم إذن تعريف حروف الجر هي الحروف التي تجر الاسم الواقع بعدها من أمثلة هذه الحروف مثل ما تشاهدون في ومن وإلى وعلى والباء واللام ما على مجر الاسم المجرور إذا كان مفردا أو جمع تكسير أو جمع مؤنث سالم قلنا بأن هناك علامة إعراب أصلية للجر وعلامات إعراب فرعية وكما ذكرنا بأن الحرف الجر إذا وقع قبل الاسم المجرور فإنه يجر هذا الاسم فإذا كان الاسم المجرور مفردا أو جمع تكسير أو جمع مؤنث سالم فإنه يجر بحركة واحدة هي أحسنتم هي الكسرة وهذه هي العلامة الأصلية لجر الاسم المجرور إذا نقول علامة جر الاسم المجرور الكسرة إذا كان مفردا أو جمع تكسير أو جمع مؤنث سالم أذكر مثالا لكل صنف من الأصناف الثلاثة السابقة من يذكر لي مثالا يكون فيه الاسم المجرور مفردا أحسنت كلفت بالمهمة اليوم المهمة هنا مفرد وجاءت مجرورة بالكسرة مثال يكون فيه الاسم المجرور جمع تكسير أحسنت للأصدقاء مواقف لا تنسى الأصدقاء هنا جمع تكسير وجاءت كذلك كما تلاحظون مجرورة بالكسرة أيضا مثال يكون فيه الاسم المجرور جمع مؤنث سالم أحسنت الإصرار من صفات الناجحين صفات هنا جمع مؤنث سالم جمع لصفة وجاءت كما تلاحظون أيضا مجرورة بالكسرة ما علامة جر الاسم المجرور إذا كان مثنن قلنا بأن هذه علامة فرعية من علامات جر الاسم المجرور فمن يذكر لي هذه العلامة عظيم بارك الله فيك الياء إذن علامة جر الاسم المجرور الياء إذا كان مثن أذكر مثالا لاسم مجرور جاء مثن من يذكر لنا مثال أحسنت بارك الله فيك بدأت أعمال التطوير للحديقتين الحديقتين هنا مثن مجرور وعلامة جره ماذا الياء لأنه مثن ما علامة جر الاسم المجرور إذا كان جمع مذكر سالم أيضا هذه علامة من العلامات الفرعية لجر الاسم المجرور فمن يذكر لي هذه العلامة أحسنتم إذن هي اليا إذن نقول إذا كان الاسم المجرور جمع مذكر سالم فإنه يجرب الياء أذكر مثالاً لإسم مجرور جاء جمع مذكر سالم من يذكر لهذا المثال في جملة مفيدة؟ أحسنت بارك الله فيك رأيت في المتفائلين حسن ظن بالله المتفائلين هنا جمع متفائل جمع مذكر سالم ونلاحظ بأنه انتهى بيا ونون لأن علامة جر الإسم المجرور كما ذكرنا هي اليا ما علامة جر الإسم المجرور إذا كان أحد الإسمين أبو وأخو؟ من يذكر لي هذه العلامة؟ أيضاً هي من العلامات الفرعية لجر الإسم المجرور جميل أحسنتم هي اليا أيضاً هذان الإسمان هما من الأسماء الخمسة وكما ذكرنا الأسماء الخمسة تعرب بإعراب يختلف عن بقية الأسماء ترفع بالواو وتنصب بالآلف وتجر كما في هذا المثال هنا باليا إذن تجر باليا إذا كانت أحد الإسمين أبو وأخو مثال أريد مثال لهذه الحالة أحسنتم لأبيك سمعة مشرفة الاسم هنا أبوك جاء مجروراً بحرف الجر اللام فأصبحت الكلمة أبيك مجرورة باليا لماذا؟ لأنها من الأسماء الخمسة هذه القاعدة التي ذكرناها قبل قليل الأسماء الخمسة ترفع بالواو وتنصب بالآلف وتجر باليا هذه خريطة معرفية يمكن أن نجمع فيها علامات جر الاسم المجرور نقول إذا كان الاسم المجرور مفرداً أو جمع مونة سالم أو جمع تكسير فإنه يجر بالعلامة الأصلية وهي أحسنتم الكسرة وإذا كان الاسم المجرور مثنى فإنه يجر أحسنتم بليا وإذا كان الاسم المجرور جمع مذكر سالم فإنه يجر أيضاً بليا أحسنتم وإذا كان أحد الإسمين أبو وأخو فإنه يجر أحسنتم بليا إذن العلامة الأصلية هي الكسرة والعلامة الفرعية هي ليا لماذا؟ للمثنى ولجمع المذكر السالم وللاسمين أبو وأخو أعود إلى دروس الوحدة وأبحث عن أسماء مجرورة بحرف الجر ثم أدونها ارجع إلى دروس الوحدة بشكل سريع وأبحث عن أسماء مجرورة سبقت بحرف جر ثم بعد ذلك سندونها أنا وأنتم هنا من يعطيني أول مثال أحسنتي مفتشا عن موطن الأجداد موطن هنا جاءت مجرورة بحرف الجر مفرد ومجرورة بالكسرة مثال آخر من أبناء هذا البلد أبناء هنا جاءت جمع تكسير وكذلك كما تلاحظون مجرورة بالكسرة مثال أيضا السفر إلى الأماكن المقدسة الأماكن هنا جمع تكسير وجاءت أيضا مجرورة بالكسرة أيضا مثال تمتاز بالوجهات البحرية عفوا الوجهات هنا جمع مؤنة سالم وأيضا مجرورة جاءت كذلك بالكسرة وهذه العلامة الأصلية أيضا مثال آخر الملايين من المسلمين المسلمين هنا جاءت مسبوقة بحرف الجر من وجاءت مجرورة تنبيليا وهذه علامة فرعية من علامات جر الاسم المجرور أيضا مثال نجى الرجل من حادث سير حادث هنا مفرد مجرورة بالكسرة ماذا تعرف عن حروف العطف وما دلالة كل حرف منها أيضا درسنا خلال هذا الفصل العطف وقلنا أن من حروف العطف الواو أحسنتم والفا وثم دلالة الواو والواو تفيت أحسنتم المشاركة والفا تفيت الترتيب مع التعقيب أحسنتم وثم تفيت الترتيب مع التراخي أي المهلة جميل أحسنتم إذن من حروف العطف الواو والفا وثم الواو كما قلنا للمشاركة الفا للترتيب والتعقيب أي السرعة وثم للترتيب مع التراخي أي المهلة نقرأ هذه الجملة أنا وأنتم أتقن النجار والحداد عملهما في وطنهما الجملة الثانية كرم المدير المعلمين فالطلاب والجملة الثالثة خرج الفلاح إلى الحقل ثم المعمل لينفع وطنه ماذا نسمي الكلمة التي تسبق حرف العطف؟ أحسنتم نسميها المعطوف علي ماذا نسمي الكلمة التي تلي حرف العطف؟ سواء كان الواو أو الفا أو ثم أحسنتم المعطوف فيما يتبع المعطوف المعطوف علي أحسنتم في الحالة العرابية سواء كان مرفوعا أو منصوبا أو مجرورا إذن ماذا نستنتج؟ يتبع المعطوف المعطوف علي في الحالة العرابية يسمى ما قبل حرف العطف معطوفا كما ذكرنا وما بعده أو معطوفا عليه وما بعده معطوفا وهذا المعطوف يتبع المعطوف عليه في حالته العرابية ونقصد بها الرافع أو النصب أو الجر نطبق على القاعدة التي ذكرناها قبل قليل أملأ الفراغات في الجمل التالية بحرف عطف مناسب قطع الإشارة يتلف الأرواح فراغ الأموال نستخدم حرف عطف مناسب أحسنتم استخدمنا الفا هنا للمشاركة لأنه هو ما يناسب هذه الجملة قدم الحسن فراغ الحسين أيضا نستخدم حرف عطف مناسب جميل الفا لأن الفا هنا تفيد الترتيب والتعقيب أي السرعة فهذا الحرف هو المناسب الجهل يسبب المرضى فراغ الفقر أحسنتم حرف العطف المناسب هو الواو لأن المرض والفقر يشتركان في أنهما يسببان الجهل أو عفوا هما يكونان أو يحصلان بسبب الجهل نعلم أطفالنا أن يتحدث الكبير ثم حرف عطف مناسب وبعد ذلك الصغير أحسنتم حرف العطف المناسب هنا ثم لأنه لا يصح أن نقول يتحدث الكبير والصغير بل يكون هناك ترتيب مع التراخي يتحدث الكبير أولاً ثم بعد ذلك يتحدث بعده الصغير أجعل كل كلمة مما ياتي معطوفاً في جملة من إنشاء الصلاة من يجعلها معطوفاً في جملة مفيدة أحسنتم أحسن الوضوء ثم الصلاة الصلاة هنا وقعت معطوفاً على ماذا؟ على الوضوء ونلاحظ بأنهم يتفقان في الحالة العرابية النصب أخوك أيضاً نجعلها معطوفة في جملة جميل سلمت على أبيك فأخيك حرف العطف والفا ونلاحظ هنا أيضاً أخيك جاءت مجرورة كذلك أبيك أيضاً كذلك اتفقت معها في الحالة العرابية الجر بليا لماذا؟ لأنهما من الأسماء الخمسة العلم أيضاً نجعلها في جملة مفيدة تكون فيها معطوفة أحسنتم الخبرة والعلم سلاحان لمواجهة متاعب الحياة نلاحظ هنا بأن العلم جاءت معطوفة مرفوعة حالة العرابية مرفوعة بالضمة لماذا؟ لأن كذلك الخبرة مرفوعة وقعت مبتدى وقلنا بأن المعطوف يتبع المعطوف عليه في حالة العرابية فهنا اتفق العلم والخبرة في الحالة العرابية الرفع وعلامة رفعهما الضمة بهذا نكون وصلنا إلى ختام هذا الدرس آمل أن تكون وفدتم مما قدمنا موفقين ومعانين بإذن الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة